مرة أخرى يعود ستيف هانكي إلى الواجهة بتصريحات مهمة عن صندوق النقد الدولي الذي يدفن الدول تحت جبل الديون ويتحدث عن مصر التي تقع في بؤرة المخاطر تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن اللي قاله أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخبيل الاقتصاد ستيف هانكي وجه نقدا لاذعا جديدا لسياسات صندوق النقد الدولي وقال أنها تدفن الدول تحت جبل من الديون اللي عايز يعرف أكتر عن التصريح ده يرجع ليه قناة اليوتيوب على قناة مكملين على اليوتيوب أو قناة أسامة جويش على اليوتيوب أو قناة برنامج آخر كلام على اليوتيوب هتلاقوا الحلقة كاملة الراجل في محور كامل في لقائه مع آخر كلام هنا كان بيتكلم على إزاي صندوق النقد الدولي دفن دول قبل كده تحت الديون ويتكلم على تجارب من أمريكا اللاتينية وتجارب دول أخرى في مناطق مختلفة وتحدث أن مصر على خطى هذه الدول إذا استمرت في التسليم الكامل اقتصاديا لسياسات صندوق النقد الدولي الراجل المبارح بيتكلم في تغريدة على تويتر قال أنه الدول الست الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي جاءت الأرجنتين على رأس القائمة بإجمال مديونيات يصل إلى 32.3 مليار دولار تليها مصر بإجمال رصيد مديونية مستحق يصل إلى 13.3 مليار دولار مصر في صدارة الأمم لكن بالسالب للأسف إحنا بنتصدر دايما المعايير السيئة المعايير السلبية إحنا الثاني عالميا يا جماعة آه طب والله ده خبر حلو قوي لا إحنا الثاني عالميا في الاستدانة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين ستيف هانكي في لقائه معنا واللي أكده في التغريدة دي بيقول أن صندوق النقد الدولي مش بييجي عشان ينقذ الاختصاد صندوق النقد الدولي بييجي عشان يغرق الاختصاد عشان يكبل الدولة عشان يفقر الدولة ولذلك لازم أقول الملاحظة دي تعليقا على الخبر ده رجب طيب أردغان الرئيس التركي المنتخب حديثا قال في خطاب النصر في الشرفة بتاعة القصر الرئاسي قال إن إحنا تخلصنا من قيود صندوق النقد الدولي وقال إن صندوق النقد حاول يفرض علينا بعض الشروط وإحنا تخلصنا من هذه الشروط وسددنا له كل المستحقات بتاعتنا ستيف هانكي بيتكلم في معنى شبه اللي أردغان قاله اللي هو صندوق النقد الدولي اوعى تفتكر يا عبد الفتاح أسيس إنه جاي ينقذك بالعكس ده جاي يغرقك ويغرق البلد وبيضرب لك مثال بالأرجنتين وكلمك قبل كده على لبنان وكلمك على دول مختلفة لكن النظام المصري للأسف صمهم بكمهم عميهم فهم لا يبصرون هو مش عايز يشوف غير الطريق اللي رايح فيه في ستين دهية الطريق اللي هيغرق فيه في الآخر